اهلا بحضراتكم من جديد والبداية مع اخبار نادي الزمالك بعد اللقاء باتريس كارتيرون اكيد اعرب عن حزنه الشديد بالخسارة امام فاركو في كأس الربطة مؤكد النتيجة مستحقة ومنطقية ده كلام منطق يدى من كارتيرون هو على فكرة دايما تصرحاته واقعية يعني ما بيطلعش يعلق الهزيمة على اي شماعة او يطلع يقول اي كلام لا بيكون واقعي جدا وبيعترف بالاخطاء بس انا اتمنى الاخطاء تتعدل بشكل اسرع في الفترة اللي جاية طبعا قال النتيجة منطقية تبقى لسيرة مباراة خاصة ان الفريق الابيض كان رد فاعل فقط وهنا عندي عتاب يا عندي عتاب كده على مستر كارتيرون مع حضرتك المدير الفني يعني حضرتك من الصحفي بتقول تصريح ان نادي الزمالك كان رد فاعل او حضرتك محلل اعف ستوديو تقول اصل الزمالك كان رد فاعل انت المدرب فانت اللي مفوت تكون فاعل ده بس حاجة حبيت قولها وقال ان هو بيحاول في الفترة المقبلة تصحيح الاخطاء استعدادا للدوري الممتاز ودوري ابطال افريقيا موضحا ان زمالك كان في الفترة توقف عندنا غيابات كتيرة في الفترة اللي فاتت وقال ان الشباب يعني عملوا اللي عليهم واي لاعب يستطيع ان هو يكون موجود فيهم في الفريق الاول كمان اشار ان اتعود دايما على الاسئلة اللي بتتسئله بعد اي لقاء اللي هو انت ليه لعبت بفلان مكان فلان لا لعبت بالاسسيين مكان الشباب او العكس وليه لعبت بلعيب في مركز ومركزه مكان تاني وكمان الاسئلة اللي بتكون على برضو اللعيبة زي طرق حامد وزي عمر السعيد قال اللعيبة عندهم كادمة فرجلهم مش يكونوا موجودين السؤال على شيكبالة قال شيكبالة كان عنده حالة مرضية فهو رد على اغلب الحاجات مرة واحدة على طول حازم امام قالك عنده اصابة مش كانش يقدر يشارك وكمان لم نحرز اهداف في مبرتين في كأس الربطة لان اكتر الاهداف كانت تأتي عن طريق اللاعبين الموجودين في المنتخب ودي برضو حاجة عندي فيها مشكلة يعني مش سبب انا مش شايف ان دي سبب ان ما جبناش اهداف علشان اللعيبة اللي كانت موجودة في المنتخب هي اللي بتجيب اهداف تصريح انا شايفه في جرأة شوية من كارتيرون ولكن كنت اتمنى اشوف الجرأة دي داخل الملعب اشتركوا في القناة